أهلا بكم يبدل العراق جهودا متواصلة من أجل تسوية مصالحة بين أمريكا وإيران وإعادة العمل بالاتفاق النووي مجددا حيث تأتي هذه المحاولة ضمن محاولات أخرى يقوم بها العراق لتحسين علاقة إيران بعدد من دول المنطقة على رأسها السعودية ومصر والأردن العراق يعتبر حلل عقد إيران في المنطقة فوزير الخارجية فؤاد حسين أعلن أن بغداد تعمل على استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران لتفعيل الاتفاق النووي بين طرفين وخلال العامين الماضيين لعبت بغداد دور الوسيط بين سعودية وإيران الدولتين المركزيتين في المنطقة بقيادة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي حيث بدأ طرفان سلسلة مباحثات في بغداد لمناقشة سبل إذابة الخلافات بينهما وقام العراق بجهود مماثلة لتحسين علاقة إيران بالأردن ومصر هذه الدبلوماسية التصالحية توجد بعقد مؤتمر بغداد في أب 2021 الذي ضم قادة مصر والأردن وقطر والإمارات والكويت بحضور وزراء خارجية إيران والسعودية وتركيا ومع وصول السوداني وتشكيل الإطار التنسيقي للحكومة تسعى بغداد لتنميع صورتها ووضع نفسها في بؤرة الأحداث مجددا عبر مبادرات سياسية واحدة والأخرى تعيدها إلى الواجهة فالسوداني يحاول استكمال ما بدأه الكاظمي في إعادة دور العراق المحوري بالمنطقة الأمر الذي يتطلب تحسين صورة الإطار وفصائله لدى واشنطن إلى جانب توجيه رسائل طمأنة لدول الخليج العربي وصولا إلى الأردن ومصر ودول أخرى